بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الإحتمالات للثانية ثانا ورقم 6 أنصح به جميع الشعب قال إليك قانون الإحتمال أتم ممثل في هذا الجدول عندنا XE و PE معنى هذا المتغير العشوائي وهذا صورته يعني احتمال الخاص به قال أولا أحسب الأمل الرياضي ثانيا قال أحسب التباين والنحلاف المعياري إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن السؤال الأول قال أحسب الأمل الرياضي إذن نكتب هنا حساب الأمل الرياضي الأمل الرياضي كما تعلمون أبنائي أن القانون له هو هكذا يرمز له بـ X يساوي لنا رمز هذا اللي هو رمز المجموع ينطلق من 1 إلى غاية أن XE في PE مثل ما نسمي في الإحصاء الوسط الحسابي هكذا لاحظوا جيدا معنا نضرب هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا قلت لكم مثل الوسط الحساب في الإحصاء حيث لما نجمع هذه القيم هنا المكتوبة باللون أخذر يجب أن نجدها كواحد ففي مثال هذا تصبح لنا E لـ X يساوي لنا المجموع من ماذا المجموع من E يساوي لنا واحد معناه هنا هذا هو X1 هذا X2 هذا X3 هذا X4 وهذا X5 وهذا X6 يعني بالدلائل إلى غاية ماذا إلى غاية 6 لمن لـ XE في ماذا في PE يصبح يساوي لنا الآن سوف تصبح لنا ناقص 6 في 0.1 ثم ناقص 5 في 0.2 ثم ناقص 4 في 0.05 ثم زائد أربعة في 0.4 هكذا ونكمل لاحظوا جيدا زائد ماذا زائد خمسة في 0.05 ثم زائد ثم 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 هنا لما نقوم بالحساب نجد أن E X هكذا يساوي لنا كم أبنائي بعدما نكمل الحساب سوف نجد 1.65 يعني قلت لكم مثل الوسط الحساب في الإحصاء فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الآخر قال أحسب التباين والإنهلاف المعياري إذن نكتب هنا حساب كما تعلمون أبنائي أن التباين إذن التباين عندنا قانونه ماذا يقول لهو نسميه V لإكس عندنا القانون الذي عليكم أن تحفظوه يا أبنائي أنه V لإكس يساوي لنا المجموع هذا من E ينطلق من 1 إلى 2 في X E ناقص هكذا لإكس وهو ناقص الأمل الرياضي الكل مربع قلت هنا الكل مربع في P E P اللي هي هذه القيم نتابع في مثالنا هذا ماذا يصبح لنا يصبح لنا V لإكس هكذا تساوي لنا لاحظوا قلنا الإي ينطلق من ماذا من الواحد إلى غاية مثالنا هذا الستة وتصبح لنا X E ناقص early X لهو الأمل الرياضي الكل مربع في P E تصبح V X هكذا تساوي معناه لاحظوا جيدا تصبح لنا هذا ناقص هذه القيمة الكل مربع في هذه القيمة حتى تفهموا جيدا يعني في مثالنا هو هذا المثال لاحظوا جيدا فتصبح لنا هكذا فتصبح لنا ناقص صفر لاحظوا ناقص 6 ناقص 1.65 الكل مربع في 0.1 زائد ماذا زائد ناقص 5 ناقص 1.65 الكل مربع في 0.2 ناقص لاحظوا زائد دائما زائد ناقص 4 ناقص الـ 1.65 1.65 الكل مربع في P الذي يرافقها قلنا هو 0 0 5 زائد دقيقوا معي هكذا نقطة نقطة زائد 4 ناقص 1.65 الكل مربع في الاحتمال الموافق له 0.4 زائد ماذا زائد 5 ناقص 1.65 الكل مربع في P الموافق له 0.05 زائد ماذا زائد 8 ناقص 1.65 الكل مربع مضروب في P الموافق له 0.2 تساوي معناه هنا لما نكمل ب L حال سبع فسوف نجد يا أبناء V X هذا يساوي كم بالتقريب 34 فاصل ماذا فاصل 40 هذا هو ماذا يا أبناء هذا ما نسميه V X هو التباين إذن دقيقوا معي هنا القيمة قلنا وجدناها بقيم تقريبية هي 34 فاصل 40 لاحظوا جيد ثم جاء السؤال الذي بعده ما قال قال أحسب كذلك الانحلاف المعياري إذن نكتب هنا حساب الانحلاف المعياري الانحلاف المعياري عندنا قانونه ماذا يقول يقول سيجما هذه عفوا سيجما إكس هكذا يسوي جذر ماذا جذر التباين اللي هو V لإكس فقط فتصبح لنا ماذا تصبح لنا بهذه البساطة اللي هي تصبح لنا جذر 34 و30 فاصل ماذا فاصل 40 وتعطينا بالتقريب يا أبناء بالتقريب عمني تصوي 5.87 إنه التباين الذي يرمز له ب سيجما إكس هكذا يسوي 5.87 فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك لصفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته